السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح أن يقال إن قوله تعالى إنما النجوة من الشيطان دليل على أن الأصل في النجوة أنها من الشيطان كما دل عليه قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فتكون النجوة المحرمة والمباحة لا خير فيها إلا إذا كان فيها خير السلام في النجوة المنكورة في الآية التي هي نجوة المنابقين والخفار إنما النجوة الألف واللام للعهد أي النجوة المنكورة هي من الشيطان أما النجوة بالخير فهذه من الله سبحانه وتعالى ليست من الشيطان والشيطان لا يأمر بها الشيطان لا يأمر بالنجوة بالخير اشتركوا في القناة